موسيقى مؤسسة عندنا احنا برنامج معارض دايما فيه عندنا اربع معارض سنوية العمل بالأرشيف هو عمل اشتغلنا فيه من زمان واشتغلت عدة مؤسسات كمان فنية ثقافية في الأرشيفات احنا مهتمين بانه نتعاون مع مؤسسات زي الفنون ومؤسسات تانية اخرى لخلينا نقيم الغبرة عن الأرشيفات الموجودة ونحاول نفهم مجتمعنا وتاريخنا وماضينا من خلال هاي الأرشيفات المميز بهذا المعرض انه اول اشي هذا اول مرة يفتح للجمهور فهو اول مرة الأرشيف الفنون عمله من اغراضه من صور ومن اغراض مختلفة عمله يفتتح للجمهور العام اي حدا بقدر يطلع على تاريخ الفنون من خلال اغراض اللي تم جمعها فهذا كتير بالنسبة لانها سابقة النقطة التانية المهمة انه منحاول نطلع على فرقة الفنون لانه كلنا منعرفها من خشبة المسرع وتحت الاضواء والموسيقى والزغريب هلا منشوف فرقة الفنون من خلال العمليات اللي بتأدي لصناعة العمال الادائية هاي اللي بتكون على المسرع من وثائق ومن صور فوتوغرافية ومن فيديوهات لما كانوا يناقشوا مع بعض افكار المختلفة للرقص ومن الازياء المختلفة اللي تم صناعتها الى اخرين كل زائر رح يقدر يلاقي جانب من تجربته مع فرقة الفنون بمحال اذا هو من الجمهور او اذا هو عضو بفرقة الفنون رح يلاقي كمان جزء من تجربته موجود بالاضافة كمان ان المعرف بمس بعض القضايا الانسانية والعاطفية للناس اللي كانت موجودة بالفرقة او خارج الفرقة كمان الابعاد السياسية والاجتماعية اللي كانت موجودة بحياة الفرقة تقدر تشوفها في اكتر محل بالمعرف انا اللي بتجربة الفرقة 12 سنة وفخور جدا يعني من اول يوم وكل لحظة بكون فخور فيها بفرقة الفنون مش بس بهذا المعرض انا فخور بأي انتاج بتعمله فرقة الفنون لانه هو انتاج نابع يعني انتاج بصري انتاج رقصي انتاج موسيقى لانه هو نابع من تجربة مجموعة الاشخاص بثقافتهم بوعيهم بابعادهم الاجتماعية واقتصادية اللي بتخلي العمل الفني مش بس منتج فني بالاخر بتخليه قيمة انسانية وجزء من الذاكرة اشتركوا في القناة